شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية العمل على تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بالمسافرين والقادمين عبر مطار برج العرب جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها مدبولي في مطار برج العرب الدولي لمتابعة أعمال التطوير حيث وجه بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات الجارية تنفيذها بالمطار كما وجه مدبولي وزير الطيران بوضع تصور متكامل حول كيفية استيعاب الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي مع الإشارة إلى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية بهذه المنطقة والتي باتت من أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط